أنا عايز أقول لك حاجة بس مفاجأة كده الأول أنت دايماً بتبهرنا بأكلك الحلو واللي احنا دايماً بندوقه برضو على فكرة ساعة نبقى مستنيين ومتشوقين اللي انت هتطلع بي فأنا قلت أجيب لك حاجة بسيطة كده رمضانية وهتقولي رأيك فيها بعد الفطر عشان انت صايف هدية 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 من عمل ايدي أشكرك مرسي شيف هاختبرك برضو وسألك وقولك هي ايه باينة صح ده بص الديناس يوم ده باينة بص الأرن فيه فيه الحار ده هزي ممسك الشوكة واب حاسة عشان ايه مش هنقدر ندوق بقى بس رمضانية يعني أقل فيها عشان معاشف فخ لا تسلم ايدك يا سيزا هي بقى وووو ده صديقتي مسقعة ببس بعملها بقى بشاكل شوية لا البتنجان فيه كلاسيكية في التقطيع اقول لحضرتك حاجة هو مش بس يعني لا التقطيع مش عارش فهو جايك لا تقطيع عجباني وانا مش اصدق لا لا معاشف بقى واحكم بطريطي هقولك حاجة بقى ايشيف حضرتك قلتلي دلوقتي وصفة ان السكر بيخلي ان السلسة ما تعملش نوع من الحمو اه مظبوط يمكن ده السبب بقى اللي انا بقيت احب فيه المسقعة اه وان برضو ولادي واهل الاسرة يعني كبيرة حتى العيلة ابتدت احبها في ايه انا بعمل المسقعة بالزبيب بالزبيب بيدي تسكير اه لا دي دي بطيب تبصي حلوة بقى انت دخلت داخلت داخلت المطبخة السكريات بتاعت الزبيب الطبيعية بتاعتها الظاهر بقى دي ترجمتها اه مظبوط اه ممكن بينفعل مع الفليفر والتست بتاع البتنجان خلى الحموة بتاع البتنجان ده مايبقاش موجود ممكن يبقى ده السبب نرجع للمدرسة اللي هي السكريات اللي هي معلات السكر في صوص الطماطب بيشير الحموضة ما انا كنتش فاهمة ليه بقى اه لحضرتك قلت هلي فانا قلت ان انا اكيد هي دي ترجمتها اه وبعدين انا بطش فاهمة في البتنجان بعد ما اقليه لازم اطش فاهمة في الخضار بحس انه هو بيدي تدخينة حلوة طعم حلوة لا لا انا عايز بس السادة المشاهدين يشوفوا الزبيب حتى باين الزبيب من نوع يعني الزبيب فيه الزبيب نوعين يا اخواننا اللي هو العلب البناتي الابيض والاحمر ده زبيب احمر صح ايوا صح فهو يمشي معه ما يبالش المزبيب فده اختيارك لدوع الزبيب بالذات كلاسيكي يعني ما جبتش الزبيب اللي هو بيض دي جاب؟ او الله العزيزي او مش اصدق او انا لازم اترجمها بقى انا صريحة انا مش اصدق اي لا اي لا بس تجايا معاك قبطيني معايا كده بحستها حلوة فبقا اه اه يمكن ان بتزوق لكن مش درسة علميا كده الزبيب العمر ده جميل جدا على فكرة وانك تهدفه كمان على الرز البرياني والحاجات اه والحشوات لطيف طعم لا تسلم ديكي والطبق ده يعني عايز اقولك بغلفه كده وافتر بجاد ده انا والاولاد النهاردة والمدام يا ربي اعجبه ان شاء الله بتسمحيني بقى اشيله طبع طبع خلاص تمام؟